اشتركوا في القناة طبعا في ساعات اللي هي العصر تقريبا القمر موجود هو في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة 12 و 17 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم اللي هو الأحد وبعدها رح ينتقل من القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا طارما القمر موجود في الجوزاء فوضع القمر بيكون منتحس لغاية ساعة الظهر من ساعة الظهر بتبلش الأمور تتحسن يعني بتقريب الساعة 10 بتوقيت جرينج يعني 12 بتوقيت الأردن بتبلش الأجواء تصير إيجابية ففترة الصباح ضاغطة فترة ما بعد يعني فترة الظهيرة بتصير الأجواء أحسن طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في الجوزاء من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الظهر فتأثير القمر في هذه الفترة على الجميع مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا زاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلمية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و3 دقائق بتوقيت جرينج أكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفي إذ يتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب فعشان هيك الجميع ينتبه لمصاريفه في خلال هذا اليوم ويقلل من مصاريفه قدر الإمكان بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 12 و3 دقائق ضهرا بتوقيت جرينج ببدأ خلو المسار ورح يستمر لغاية الساعة 12 و17 دقيقة ضهرا يعني مدة ربع ساعة تقريبا هذا يعني انه هاي المدة اللي هي ربع ساعة لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج يعني الساعة 2 و17 دقيقة بتوقيت الأردن القمر بانتقل وبصير بالسرطان نشعر في هاي الفترة كل الأبراج لقوة العاطفة نحاول خلق جو من الأمان إنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية في ألبومه أو ذكريات قديمة أو أشخاص كانوا موجودين في حياته يجب الانتباه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه في هاي الفترة بصير حافز كبير عنا لالتهام الكثير من الطعام علينا تتجنب انتقاد الغير نظرا أنه حساسيتهم بتكون فيه أوجه ووسعنا بالفترة هاي إما شراء عقار أو الاهتمام بعملية ترحيل زراعة نبتة شجيرة لانتباه للأشجار للحدائق لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت أو طبخ وجبة تكون مميزة أو اهتمام بأحد أفراد العائلة بعد الانتقال في عنا الإشي المهم وهو انتقال كوكب الزهرة من برج الحوت لبرج الحمل وهذا الانتقال رح يكون الساعة ثنتين وخمسة عشر دقيقة عصرا طبعا كوكب الزهرة معروف أنه هو كوكب الجمال والحب والعاطفة والحظ الأصغر في تمام الساعة ثنتين وخمسة عشر دقيقة عصرا بينتقال كوكب الزهرة من برج الحوت لبرج الحمل ورح يمكث فيه حتى مساء يوم أربعة عشر أربعة خلال هاي الفترة المذكورة بيستفيد موليد برج الحمل عاطفيا وفنيا وماليا وبيتأثر معهم إيجابيا موليد الأبراج النارية مثل الأسد واللي طوالعهم برضو نفس الشيء الأسد القوس والهوائية الجوزاء والميزان والدلو والحمل وكذلك كل شخص تواجد عنده ساعة ولادته كوكب الزهرة في برجه لما يكون الشخص بن ولد والزهرة بتكون موجودة في برج الحمل هاي بتخلي الشخص نفسه يعني أي وحد بخارطه الفلكية كوكب الزهرة موجود في الحمل هذول الأشخاص بيقدروا يعبروا عن رومانسيتهم بشكل واضح وقوي طبعا لوجود الزهرة في الحمل تأثير إيجابي على كافة الأبراج ولكن في مجالات مغايرة خلينا نشوف احنا كل برج ايش بديو يستفيد الحمل هم أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا الثور تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسسات كبيرة ومنهم ممكن يبدأ علاقة غرامية خفية الجوزاء بيستفيدوا في مجال الصداقات والنشاطات الاجتماعية السرطان بيستفيدوا في مجال العمل وبرضو هاي بتدعم من مركزهم الاجتماعي الأسد بيستفيدوا في السفر البعيد والدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية وعلاقتهم مع الأجانب العذرة تتاح الفرصة للحصول على مال بيكون من شراكة أو من تعويض الميزان بتعزز شراكاتهم العقرب طبعا الميزان شراكاتهم بالمال وبالعاطفة العقرب بيستفيدوا في مجال العمل وبيحافظوا على صحتهم ولكن ممكن يتعرضوا للارتفاع في الوزن بدون ينتبهوا لهذه النقطة القاوس بيقى في الحظ في صفهم عاطفيا وماليا وفترة جيدة للنساء للدخول في الحمل الجدي بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن والعلاقات العائلية الدلو بيستفيدوا في الدراسة والسفر وتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران ومنهم ممكن يشتري سيارة أو تليفون الحوت فرصة مالية أو فرص مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس وهذا يعني أنه الآن القمر نصف بدر وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 2.40 دقيقة عصرا اخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تحدث هي آخر زاوية خلال هذا اليوم هي زاوية تزديس رح تكون إيجابية رح تكون بين عطارد وبين أورانوس وهاي رح تكون الساعة 11 و34 دقيقة مساء مننشط ومنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كمان هاي بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم المسائل العلمية واللي تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بقوة الحدس الموجودة عندنا طيب بالنسبة للقمر بما أنه موجود في السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء اللي هو 23 ثلاث يبدأ في تمام الساعة 23 و 26 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة 59 دقيقة مساء لينتقل بعديها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 8 أيام في تمام الساعة 28 و 27 دقيقة صباحا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة 50% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة هي منتحسة من الآن لغاية ساعات الظهر وبعدين بتصير سعيدة بنسبة 30% في ساعات الظهر بتصير 30% سعيدة يعني على توقيت الأردن بين 11 و 12 تقريبا بالنسبة للقمر في الجوزة بدينتقل للسرطان بغرح يستمر في لغاية يوم 23 ثلاثة برضو منتحس حتى ساعات الظهر بنسبة قليلة جدا ولكن بصير سعيد بنسبة 30% تقريبا بعد الساعة 12 منتصف النهر بالنسبة العطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة سعيد بنسبة 10% الظهرة بين الحوت وبين الحمل يعني بدأت تنتقل من الحوت للحمل لغاية 14 أربعة سعيدة بنسبة تيجي ما بين 10% و 15% المريخ في الجوزة حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا تنشطوا زي الأيام الماضية بظل النشاط في مجال الاتصالات والسفر والنقاشات والحوارات والتواصل وعلاقتكم بين الإخوة وبين الجيران من ساعة الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت حاذر الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستأمن تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بالفترة هاي بتكون كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور طبعاً مثل اليومين المضو بظل التركيز على الأمور المالية وضبط الميزانية محاولة تحسين الوضع المالي أهم إشي إنكوا تتجنبوا النفقات في خلال هذا النهار لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنجحوا في مجال التنقلات والسفر الاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران حاول إنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال خلال هذا اليوم حاذر من إهمال الوضع الصحي وتجنب الإرهاق قدر الإمكان برج الجوزة طبعاً بيظل الجو أحسن خلال اليوم من ناحية نفسية بتشعر بنوع من أنواع الطاقة عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها خلال هذا اليوم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر طبعاً بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصات حاول إنك ما تسمح لهاي الأمور أو للأمور المالية إنها تتراكم عندك فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فوراً حاول إنك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى الأمور السياسية اليوم ممكن إنك تعرف لقاء يكون داعم لا إلك برج السرطان طبعاً كل الضغط اللي أنتو بتحسوا فيه من الآن لغاية ساعات الظهر ومثل الأيام الماضية أو التوتر أو الوسواس أو القلق الأمور الصحية هاي كلها كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر كل ما بلشت تختفي أكثر بتمتلقوا نشاطه حيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة وخصوصاً ما بعد الظهر اليوم رح يكون فيه أخبار كثيرة وتطورات كثيرة ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك خصوصاً من ساعات ما بعد الظهر بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها وبتبدأ مرحلة جديدة بتكون لصالحك برج الأسد طبعاً اليوم بيظل من الآن لغاية ساعات الظهر نشاط اجتماعي بتلتقوا الأصدقاء عشان يكبوا لكم حاولوا تستغلوا آخر فرصة قبل ما تبدأ مراحل التعب انكم تنجزوا أعمالكوا قبل ساعات الظهر لأنه في ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة لأنه القمر بصير موجود في بيت المتاعب فهاي الفترة الغير مريحة رح تنال منكم من صحتكم من عصابكم إن شاء الله لا بس إنه بتكونوا ديروا بالكوا على الصحة على العمل بسجل هذا اليوم عندك ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم اتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وحاول إنك تحذر من التأخير خلال هاليومين هذول لحديث ما يوصل للقمر لعندك برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل اهتموا بأعمالكم اهتموا برؤساتكم وعلاقتكم اللي إلها علاقة إما بالعمل أو المؤسسات الكبيرة وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك أنت تبعد عن المجازفات ومخالفة القوانين لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشخطه بين الأصدقاء ممكن بتصير تشوف الأمور بطريقة أوضح وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات خلال هذا اليوم أهمش أنك تلطف الأجواء وقاعد العلاقات إلى طبيعتها هذا يوم مناسب لهذه الأمور وخصوصا ينتقل القمر للأسد وصير بيت متعبك لأنه راح تصير فترة مخيبة للأمال حاول تستغد الفترة هاي بعلاقاتك برج الميزان طبعا اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد بظل أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لها علاقة بالامتحانات تقريبا جيدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك ما تدع أحد أنه يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا أهم شيء إنك زي ما حكينا تسيطر على انفعالك وغضبك برج العقرب طبعا بتظل الفرص على القدرة على إدخال التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة أو تحصيل بعض الدعم المالي أو تحسين الوضع المالي أو الاهتمام بالفوترة بالمشتريات ممكن تظهر بعض المصاريف اللي بتيجي إلها علاقة بالبيت أو مصاريف استشفائية لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر ممكن يصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن أنك تفكر في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بأشخاص خارج البلاد أو ممكن تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون عندك اتصال بعيد ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وممكن تعالج بعض المسائل المتنوعة برج القوس طبعا بصير عندكم اليوم أو عندكم قدرة على تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة والتقارب والمصالحة بتظلها طاقتكم ضعيفة زي ما حكينا بالأيام الماضية لغاية ساعات الظهر ساعة الظهر القمر بتحرك من مقابلكم فبتعيدوا الضبط أموركم المالية المشتركة بتتركز الأمور على الوضع المالي باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول أنك تدقق في التفاصيل أكثر اليوم الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي تكون لصالحك وحاول أنك تستثمرها وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر برج الجديد طبعا بيظل الضغط موجود على أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة لغاية ساعات الظهر يعني واصلوا ما بدأتهم فيه من عمل سابق انتبهوا لصحتكم من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم هاي فترة شوي بتكون صعبة لأنه مدام الشمس أو القمر صار مقابلكم تماما فبسحب منطقتكم أكثر فعشان هيك فترة بتصير صعبة بتثقل خلال هالهموم المسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث إن شاء الله أنه ما يصير إيشي يعني القمر بوضعيته هاي دائما لأي برج لما بيكون موجود مقابله بيسوي نوع من أنواع الاضطراب بيخليك مرها في الحس بتشعر بالارتباك والغضب وفي نفس اللحظة يعني بيكون في عدوك دائما بالفترة هاي أقوى منك فعشان هيك بتتجنب المشاكل والخصام برج الدلو طبعا الطاقة والحضوض الداعمة لإلك بتظلها ملازميتك بتظلها متابعيتك عاطفيا ماليا وما بيتخلى الحظ عنكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس لإلكم فهنا بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة وبنشاط وبتمارس عملك بحماسة أهم شيء أنك تحاذر من الإضطراب الصحي قدر الإمكان خلال هذا اليوم حاول تنجز أعمالك وما تخلي أعمالك تتراكم عندك يعني انجز كل شيء لوحده ما تحمل أكثر من عمل مع بعض برج الحوت طبعا بيظل إنشغالكم بأمور إلها علاقة أو إلها صلة بالبيت والعائلة بأشياء إلها علاقة بأحداث عائلية ترتيبه والأمور هاي مثل اليومين اللي مضوا بتظلها هاي الأوضاع شاغليتك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر تزداد رغبتكم بشكل كبير في التقرب والتفاهم مع أحبائكم أو المصالحة وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعدة عن التعقيد الأجواء إيجابية مشحونة بطاقة كبيرة عاطفيا وفرص مالية وحضوظ داعمة لإلك حاول إنك تستغلها قدر الإمكان وخصوصا من ساعات بعد الظهر بكرة الجو بصير أحسن وبتستقر الأمور بشكل أوضح فعشان هيك بتبلش بشائرها من ساعات الظهر بشكل واضح هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء